لأول مرة وبشكل مختلف هذا العام يقدم أكثر من 90 ألف طالب وطالبة توجيه امتحاناتهم التجربية عبر منصة درسك ومن خلف شاشات الحاسوب بسبب أزمة فيروس كورونا على أن تتم عملية تقديم الامتحانات الوزارية بشكل مباشر في تموز المقبل ما إن بدأت أزمة كورونا حتى تصدر طلاب التوجيه المشهد وبرغم تأثر فئة كبيرة من المواطنين وقطاعات مختلفة بسبب الأزمة إلا أن موضوع التوجيه لا يزال يشغل الطلاب وأولياء الأمور وعلى نهج التعليم عن بعد المستمر منذ نحو شهرين باشر الطلاب بتقديم الامتحانات التجربية عن بعد عبر منصة درسك التعليمية الامتحانات عن بعد عن منصة درسك في إلها إيجابيات ولها سلبيات يعني هلأ كمنا نحكي كسلبيات فالإنترنت مثلاً أنه مش عند كل الناس يعني إذا أنا عندي مثلاً إنترنت عالي عند الناس ما عندها إنترنت عالي طريقة التقديم على المدرسة كثير بتختلف لأنه نقدم على الإلكتروني لأنه في مثلاً عندنا المواد العلمية اللي هي زي الرياضيات والكيميا والفيزياء أشياء ما بقدر أنا أقدمها على إلكتروني يعني فيه أشياء مثلاً ما بتكون بالمرة واضحة على إلكتروني يعني وفيه طرق أحياناً في الرياضيات أجريتها ما بتكون موجودة في ضع دائرة تحديات عدة تواجه التعليم عن بعد في ظل هذه الجائحة إلا أنها لا تزال مستمرة تأكيدا على استدامة العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم الذي حمل نمطا وشكلا جديدا في العام 2020 مع توظيف الإمكانيات المتوفرة لمواجهة الأعباء التقنية أو الفنية أو حتى البشرية أولا هو شرط هذه الامتحانات لدخول إلى الامتحان العام قطعا هناك تحديات مثل هذه الأمور لكن وزارة التربية والتعليم تواصلت مع طلبة الثانوية العامة تم تأمين بعض الطلبة الذين لا يمتلكون أدوات تكنولوجية بيتابات ونعتقد أن هذا الامتحان فرصة مناسبة أولا لتقييم الطلبة لذاتهم حتى يتمكنوا من مدى تقدمهم ومدى معرفتهم للمادة العلمية المدروسة ثاني حاجة أن هذه الاختبارات تقدم نوع من اختبارات المسمية الاختيار من المتعدد وسيكون حاضرا في الامتحانات النهائية بإذن الله أوزان نسبية لتوزيع علامات امتحانات التوجيه تقسم على الطلبة النظاميين بنسبة 65% للفصل الدراسي الأول و20% للفصل الدراسي الثاني لما قبل تعليق الدوام و15% للتعليم عن بعد على أن يبقى موعد الامتحانات الوزرية في موعدها في الأول من تموز غدا بكير المملكة عمان